ورغم ان هو كيان سهيوني محتل وغاسب للارض وكل حاجة في الدنيا لكن النهاردة ضربوا مثل على يعني لم يحدث في دولة عربية الا في مصر مثلا مرة وخلصت خلصت الاول ارحب الاسازة ابو بكر الخلاف الصحفي المتخص الشأن السهيوني امير اسود محمد ريحت بصحابك اه طبعا تغيير برضو ناتنياو 12 سنة كفية كده فرحان اكتر واحد قعد في الحكومة هناك ناتنياو 12 سنة كثير يعني طيب خلينا نشوف على فكرة الفرق مش كبير 69-59-60 ده ما فيش فرق خالص بسموني دي حكومة تغيير المفترض ان هي طبعا ده الرئيس الوزراء رقم 13 وطبعا ناتنياو قعد في الحكومة دي 12 سنة تغير فيها اربع حكومات ونتنياو هو كان متبقي يعني فكان فيه مغامرة كبيرة جدا ناتنياو حتى الوقت الاخير كان يريد ان يعني يضرب الاقتلاف اللي يصبح هو برضو يكمل لكن طبعا طب خلينا نشوف لحظة التصويت طبعا ناتنياو القى الكلمة في الاول طبعا وقال ان احنا سنسقط هذه الحكومة ما حدش رفع عليه قضية سامير صابري الصهيوني ما رفعش عليه قضية وقال طبعا دي حكومة مش دستورية لان الحكومة دي مشكلتها في ايه بنت ده عنده سبع مقاعد ياير لبيد عنده ستاشر فما اتحدوا مع بعض ياير لبيد قال لي بنت خش انت الاول فهو متضغاز لان ده سبع مقاعد في الكنيسة من مية وعشرين وانت بتبقى رئيسي الحكومة فهو طبعا في كلمته قعد يتكلم انتوا اهنتم صندوق الاقتراع واهنتم البلاد وطبعا كل الموجود لا وقال لا ده قال في غش حصل في الانتخابات اه ده اعتار غش للأصوات الاسرائيلية انه ما كانش متفقين على الاتلاف ده بالطريقة دي طب تعال نشوف كده لقطات فيديو من الكنيسة الاسرائيلي وليغجل العرب والله يا احمد مطر له قصيدة جزء من قصيدة بيقول اه انا عربي في جوهري ولكني اه ادمي حاجة كده بالتاري على كونه عربي يعني انا الحقيقة لما شوفت الفيديوهات دي او لما تبعت الانتخابات دي حزنت حزنت دولة مكوناع عصابات مجرمين بيعملوا المشهد ده معنى ليش دول العربية بتحصل فيها كده اسمع חברים تودا تودا خبرين انا مبكش انا مبكش صاحبان عليه طبعا هو اطناشر سنة وقت طويل جدا ان هما يعينوا رئيس الكنيسة وعدين هو اللي قدر الجلسة فهو تلسه النهاردة اول يوم ليه يعني ده لسه اول اعدالية اول اعدالية ايشو نحسى نتنياو طيب بس نتنياو قال 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 ان بنت عايز يوافق على اقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا هو طبعا هما بتاعهم بيحاولوا انه هما يحاروا بعض فيما يخص بيه البرامج بتاع كل واحد من التاني لكن هما الاثنين يعني صحينا بشكل كبير جدا طبعا ولو احنا بصينا البنت هو اصلا ميلاده في الحلقات اليهودية الدينية يعني بنت ده كان شغال في مكتب نتنياو 2006 اه يعطى رون نتنياو اللي طلعوا للجنب السياسي وكان وزير دفاع في حكومة نتنياو هو تقريبا ليه خبرة كبيرة جدا طبعا من الجانب الديني كزعيم ديني وعلي كده انتقل الى الجيش وكان رئيس واحدة وعلي كده دخل فيه في المجال السياسي بس هو ازاي يطلع يقول اهو تلميز نتنياو ازاي يطلع يقول انا قتلت كثير من العرب ليس هناك مشاكل في ذلك ازاي بيقول كده وازاي العرب بتوع 48 بعضهم كتل ادت دخل معاي اه لوه منصور عباس هو طبعا كان بدافع على يمينية الحكومة المفترض ان تنياو حاب يضربه من الجانب ده قال انت ازاي انت يميني وروح تخط العرب والمفروض ان التكتل العربي دوت بيدعم فلسطين بيدعم دولة فلسطينية وكمان واخر التكتل العربي نعم بين ادخل التكتل العربي هو ما دخل معاه منصور عباس هو ده اللي ادخل منصور عباس معاه ايوه ما عندوش دم لا مش بنت منصور عباس لما انا ادخل مع واحد تحالف قال عني قتلت الكثير من العرب واما المشكلة في ذلك هو دلوقتي منصور عباس تبع المسهب برجماتي هو ببدع المصلحة هو قال احنا بنسعى لدخول الكنيسة من اجل الخدمات للعرب وقال لي حتى كلمته النهاردة في دعوت في اسناء تصويت الكنيسة كان قال خطبة خصيرة كده قال فيها احنا الناس بيلوموا علي وربما يقتلوني العرب ان انا عملت دخلت مع حكومة يمينية لكن انا جاي اعمل الخدمات للعرب انتوا كنتوا ضد الاشتراك في الحكومة بهذا الشكل وما عملتوش حاجة خلونا نجرب ان احنا نخش في وسطيهم ونحاول نعمل حاجة خش مع مين ده واحد بيقولك لان اعطي متر واحد للعرب ده غير كده هو دخلنا على قوانين تانية يعني فيه قوانون بيجبر اللي هو بتاع الزواج المثليين وفيه حاجات كتيرة جدا تخص يعني المخالفة حتى الاشتراك الإسلامية فيه ما يخص الحكومة الإسرائيلية الجديدة هتعمل بعض القوانين بين الده اه يعمل ومتدين ومتدين هما هيعملوا كده بس هو بقوله ازاي منصور عباس يقبل انه يكون في حكومة دي خطتها للقوانين في الفترة القادمة ومن دين القوانين ايضا الاطاحة بأي فرصة يعود فيها نتنياهو للحكم هيطلعوا قانون انه لا يجوز لاي رئيس حكومة انه يكرر المدتين يعني ما زيتش عن 8 سنين يعني اللي حصل مع نتنياهو ده لن يتكرر لذلك هو كان حزين ان هما يوصلوا ويعملوا قوانين تقيد يعني عودته مرة اخرى للحاس يا سيد اه لانه ما يقع لطريق اه يعني هما قدلوا دلوقتي ان بص يا نتنياهو مش هتشوفها تاني اه يعني حتى لو اصبح زعيم ودخل الانتخابات القانون اللي طالع الجديد اه هما بيشغالين فيه ليمنع اي حد كان اه وصل لنهو 8 سنين في رئيسة حكومة يترشح مرة اخرى ليصبح رئيسا حتى لو في جولة تانية طبعا هما انتم من بعض يعني بس انا مش هايشوفوش نتنياهو نفتالي يتحدث مع بايدن ويصفه بالصديق عظيم لاسرائيل طيب وطبعا من اوائل المهنئين كان بايدن والسفير النمساوي والسفير ميركل وبايدن برضو يعني اتكلم انه كانش فيه بينه بين نتنياهو وعمار لان نتنياهو كان مرتبط بشكل كبير جدا بترامب واعلن عن تأييده لترامب في الجولة في الجولات الرئاسية رغم ان الاسرائيل في الغالب ما بتشجعش حد لان هي كل الاثنين بيرعوا مصالح اسرائيل لكن ده نتنياهو لما اخذ هذا الموقف ضد بايدن بايدن حاس ان هو يعني شهيل هالوي عشان كده بايدن بيقول اطلع العمل مع رئيس الوزراء بنت لتعزيل العلاقات الوسيقى والدائمة بين الولايات المتحدة واسرائيل وطبعا نتنياهو كلما تفخر بان هو له علاقات خارجية كبيرة ويستطيع ان يدري ملفات دولية فده طعم انا من بايدن ان حتى بنت ده انا ساعده واحنا حلفة مع بعض وهناك شراكة كبيرة جدا وتاريخية بين الوزراء اللي خليها يقول تسعة وستين صوت او قدام تسعة سوري ستين صوت قدام تسعة وخمسين فيفوز يعني فرق صوت هو اصلا الكنيسة في مئة وعشرين صوت اي وده الكنيسة اصلا اسم طوراتي حتى العدد ده برضو مستمد من الطورات ان هو المئة وعشرين ده فهو كان الاتلاف ده كان ستين ستين يعني ما كانوا لغاية دخول الكنيسة كانوا بيقولوا ممكن حد ينضم فلن تنياهو كان بيسعى ان هو يحاول يكسر هذا التحالف لكن طبعا نجحوا بتسعة وخمسين تسعة وخمسين يعني نص المجلس مش مع بنت وبالتالي مش يعرف يمار برضو قوانين تضر نتنياهو الفترة جادة فيه تحدي لعزيل الحكومة بيصفوها بانها الحكومة الهشة انا قد لا تستطيع ان تستمر لعدة اشهر في الفترة القادمة لكن بيعولوا ان هي يصدر بعض القوانين التي تمنع عودت نتنياهو مرة اخرى وبالتالي الزلقة ازاي لما المجلس اصلا تسعة وخمسين ستين يعني مش يعرف يصدر قانون هو بنت اعرب في اول اتماع لي بعد ما نجح من ساعتين تقريبا قال فيه نحن الاجندة سوف تركز على القضايا الداخلية واللحمة بين الشعب طبعا بعض موضوع بيقولوه في الانتخابات اه يعني ويحاول بقدر امكان يعيد الثقة للشعب الاسرائيلي بالتاني بقى يمسك امتى اللي هو الحليف التاني البانت يمسك في 23 يعني دوت هيمسك لغاية سبتمبر 2023 ومن سبتمبر 2023 يتولى يا اير لبيد يا اير يا اير لبيد يا اير لبيد ده كان اعلامي وهو حتى مش معه سنوية عامة يعني اظن ما خدش جامعة كبان ياه والله وده حزبه اسمه ايه حزبه ده ده اظن يش عتيد يا اير لبيد يش عتيد اه كانواخد 17 مقعد يوجد مستقبل اسمه طيب هل ده نقدر نعتبر ان الاطاحة بنتانياهو بعد 12 سنة اطول حد قاعد في الحكم في اسرائيل هل نقدر نعتبر انها احد ثمار معركة سيف القدس وادارة سيف القدس الحماس وكده لا يا طبعا ما منقساش كده انا كنت جايب استطلاع برضو عن اداء الجمهور اسرائيلي كيف يقيم اداء نتانياهو خلال 12 سنة في استطلاع ما انا احنا جايبينه بالنسب يعني في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال الامن هو مجال الامن بالفعل هو كان مترجع فيه بس اواخد فيه 60% من التصويت وين الاحصائية دي؟ كان فيه احصائية للهو استطلاع رأيي كيف يقيم الجمهور اداء نتانياهو ده من اللي عملها؟ ده كان معريف دي جريد معريف ايه بقى؟ انا جيب بقى الصور ايه هو ايه بقى؟ في الجانب الاقتصادي اعتقد 59% من المستطلعين اداء نتانياهو كان جيد 38% قالوا ان هو كان ضعيف ويه 3% امتناه عن التصويت او قالوا ما يارفوش ده في الجانب الاقتصادي يعني فيه نوع من الرضا تقريبا قرب 60% عن اقتصاد نتانياهو ان هو دخل في اتفاقات تطبيع تخليت لهم فلوس قال لهم مليارات اه طبعا واتفاقات غاز طيب واللي بعد وقدينا اللي بعد اللي بعدها دي بقى فيه الجانب المتعلق بالامن 66% قالوا ان هو شكله برضو بشكل جيد في الامن واحد 30% قالوا هم كان ضعيف 30% قالوا يعني متشككين ده ايه بتقول لهم تاريخه ايه تاريخه ايه الاسطاة ده ده ليسه نهاردة نهاردة طيب اللي بعده اللي بعده هو بقول له يعني في نهاية ال 12 سنة ايه رأيهم في نتانياهو في الصحة في الصحة هو اخد هنا 58 و39 ارخان ايه ردين عنه 50 ردين عنه لان هو من اوائل الدول اللي تخرجت من الكورونا طيب يعني كده بس الاقتصاد لو جدنا مش ردين عنه قوي لا ازاي ما بعد الاقتصاد فيه حاجة تاني الاجتماعي اللي هو التفكك الاجتماعي ويه اللي حصل بين العرب يعني جانب الامني والجانب الاقتصادي والجانب الصحي الشعب الصيوني ردي عنه اه لكن في الجانب الاجتماعي شافوا انه كان فيه مشاكل اجتماعية تقريبا برضو في الخمسينات يعني لو حق الراجل يتعش منه ينجح لان التقديرات بتقول اهو فعلا وانت كيف لو عامنا في مصر عملنا استطلاع رأي زي ده ممكن يطلع ازاي كلم جد والله هو طبعا استطلاع رأي ممور ما دي لسي اسرائيل شوية انت ليه 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 كده ليه مش وطني ليه قلبك يسود انا عايز اكتب اقول حاجة استطلاع الرأي لا يصلح الا في الدول الديمقراطية يعني ما ينفعش تقول لواحد تتصبي بالتليفون او تاخد باستطلاع او عن طريق انترنت وانت هو عصامات الله يشعر بحرية لانه ممكن يتقبض عليه يعني ان تعال اقول للناس كده وقف اي حد في الشارع وقول له ايه رأيك في اداء السيسي كمواطن عايزين يسمع رأيك هيقول لك والله كويس يعني مبسوطي يعني خاف يعني طبعا فانت استطلاع الرأي عشان يبقى كويس لازم يكون في دولة ديمقراطية ارتباط بحرية لازم يكون المواطن آمن انه لو يقول رأيه محدش هيزجينه محدش يقدر ايزيه محدش يقدر اجتمه هما بيجتمه رأيس الوزراء في الشوارع وفيه نقد ليه حتى في الكنيسة محدش يقدر اتكلم